بسم الله يقول ابن عراه قدس الان واحد امين مش معنى ان احنا بنقول انجيل المحبة هو اللي احنا بنكرس به ان المعجهزات ملهاش ضرورة وان العلم ملوش ضرورة وان المواهب ملهاش ضرورة وان العمل الاجتماعي ملهاش ضرورة لا الله بيشتغل بكل انواع الكرازات بيشتغل بالمواهب وبيشتغل بالمعجزات وبيشتغل بالعلم والمعرفة وبيشتغل بالتفسير وبيشتغل بالانجيل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية زي العلاج وزي التعليم وزي التصقيف وزي التنمية الاجتماعية الله بيشتغل بكل ده بس لو كل الحاجات دي بيحركها لإيه؟ المحبة مش بيحركها أي حاجة تاني غير المحبة حتى إن سيد المسيح في الحديث الأخيرة في حياته على الأرض مع التلاميذ لما تكلم عن مثل الخراف والجداء الخراف اللي هيحطهم عن يمينه والجداء اللي على يساره عارفين كان الفيصل إيه؟ مين اللي راحوا على اليمين ومين اللي ترفضوا على اليسار؟ كنت جوعانا فأطعمتموني عطشانا فسقيتموني مريضا فزرتموني محبوسا أتيتم إلي غريبا فأويتموني يقولون إمتى يا رب رأيناك؟ يقول إيه؟ بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم عشان كده المسيح ما سألهمش أنتوا صمتوا كم صيام؟ أنتوا صلتوا كم صلوة؟ أنتوا دفعتوا قد إيه؟ لا مش ده اللي هيدور عليه تقول يعني ما صومش وما صليش وما تفعش؟ أقول لك لأ لازم تصوم ولازم تصلي ولازم تروح الكنيسة بس الحاجات دي لازم تفتح قلبك بالحب تجاه الإيه؟ الآخرين الحاجات دي ممارسات إحنا بنمارسها علشان مش ناخد سكورز وربنا يحسب لنا لا الحاجات دي إحنا بنعملها عشان قلبنا يتفتح لله ويتفتح للآخرين إذا ما كانش حضوري للكنيسة يملى قلبي بمحبة تجاه الله وتجاه الآخر فحضوري ده ما عداش الغرض بكونش السيام اللي أنا بصومه يملى قلبي بالحب والرحمة والغفران تجاه الآخرين يبقى الصوم بتاعي ده صوم إيه؟ باطل إذا المحبة هي محور الحياة المسيحية كلها طبعاً ملاحظين أن طول الكلام طب أجيب منين قوة للمحبة أجيب منين قوة للكرازة أجيب منين قوة للخدمة ده يعني أنا عدت أكلمكم يومين عن حاجات كتيرة أن بعض الناس دخلها إحساس كده لا 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 ده كتير قوي علينا مين يقدر يعمل ده؟ مين يقدر يعمل ده؟ مين اللي يقدر ينفذ الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ حقيقة ما فيش ولا حد فينا يقدر يعمله لو هيعمله بإيه؟ بنفسه لكن كلنا نقدر نعمله لو إحنا هنعمله بالروح القدس لشان كده إحنا في نقطة اتكلمنا عنها كتير قوة الروح لأن الروح قوة في حياة الإنسان فنتكلم شوية عن الروح القدس نتعرف عليه ونفهم إيه عمل الروح في حياتنا وإزاي نتملي بهذا الروح لأن كل كارث لازم يبقى لي علاقة بالروح القدس وبدون الروح القدس لن يستطيع أحد أن يكرس أولاً إيه معنى حلول الروح القدس على الإنسان؟ تعرفين المسيح؟ بعت البشارة للعدرة عشان يتولد من العدرة وتولد من العدرة عاش بين الناس يخدم وتولد علشان يتصلب وتصلب علشان يقوم وقام علشان يصعد طب وصعد ليه؟ عشان يبعت لنا الروح القدس المسيح قال للتلاميس كده خير لكم أن أنطلق لإني إلا أنطلق لا يأتيكم المعزن طب إيه معنى أن الروح القدس حل فينا؟ حقيقة أن بولس الرسول بيقول آية رائعة جداً في روميا خمسة وعدد خمسة احفظوا الآية دي روميا خمسة وعدد خمسة بيقول الرجاء لا يخزى يعني اللي عنده رجاء مش ممكن يتكسف ليه؟ يقول كده لأن محبة الله قد انسكبت انسكبت يعني اتدلقت بكترة بغذارة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا إزاي بقى؟ بالروح القدس المعطى لنا إذا اعطاء الروح القدس للبشرية ده منتهى منتهى محبة الله للايه؟ للإنسان ربنا لما حبنا ما قالناش حديكم شوية فلوس حديكم شوية صحة حديكم شوية ممتلكات قال لا ده أنا حديكم حاجة أغلى من كده حديكم ايه؟ روحي أغلى ما أملك كل ما أملك عارفين لما واحد يحب واحدة وعايز يقول لها أنا بحبك أو يقول لها إيه؟ يا روحي أو لما يشوفوا واحد كده بيحب واحدة يقول ده روحه فيها روحه فيها ربنا حبنا جدا وعشان حبنا را حاطت روحه فينا أغلى ما يملك كل ما يملك مش إدانا شوية عطايا إدانا روحه القدوس إذا كنت بحب واحدة بقول لها يا روحي أو روحي فيها ده علامة منتهى منتهى المحبة فالله عبر عن المحبة اللي في قلبه تجاهنا بإنه إدانا إيه؟ روحه طب ليه ربنا حبنا؟ واحنا نستحق إن إحنا نتحب ليه ربنا حبنا؟ ليه القاب حبنا؟ لأن المسيح فدانا عارفين يعني إيه المسيح فدانا؟ كل واحد فينا لما تعمد يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح يعني كل واحد فينا تعمد لبس المسيح فييجي القاب كده يبص على أي حد فينا متعمد يلاقي فينا إيه؟ صورة ابنه لأن المسيح جيه مات على شنة وفتدانا وخلقنا خلقة جديدة على صورته فلما ييجي القاب يبص علينا يلاقي فينا صورة ابنه طب والابن بالنسبة للقاب إيه؟ ارجعوا للآية اللي قالها كده مرتين مرة في نهر الأردن ومرة على جبل التجلي أنت ابني الحبيب الذي به سررت يعني الابن موضع محبة وصرور القاب ولما يبقى الابن أنا مستخبي وراه الابن بقيت متحد بيه بقيت أنا بالتالي موضع محبة وصرور مين؟ الابن لأن الابن قطاع القاب وقطاع حتى الموت فبقيت أنا متغطي ببر المسيح بكل الأعمال اللي عملها المسيح والمسيح قال كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئت الذي أرسلني إذا كان قدم الأول عصى ما رديش يطاوع فجه المسيح يعمل كل اللي ما قدرش الإنسان يعمله أو ما عرفش يعمله أو ما كانش عايز يعمله فأكمل الناموس بدالي فبقيت أنا مستخبي في المسيح ليا كل بر المسيح فيشوفني الاب كده يلاقي فيا صورة ابنه فبقيت موضع محبة وصرور الاب ولأنه حبني راح على طول ساكب فيا لايه؟ الروح القدس لأنه منتهى المحبة هي إعطاء الروح إذا الروح القدس ده هو الروح روح الذي يحمل لنا محبة الاب السماوي عشان كده يقول بولس الرسول في روميا إن الروح صارخا فينا يا أبا القاب يعني باللغة السوريانية اللي نطاقها بولس يا أبا الروح القدس إدانا الحق إن احنا نبص ربنا كده ونقول له يا أبا بالعامية مش يا أبي باللغة العربية الفصحة لا يا أبا إدانا الدلة إن احنا نقدر نقول لربنا كده يا أبا يعني بيدلعوه هنا يقول دادي لكن في اللغة السوريانية اللي نطاق بيها بولس يا أبا زي الصعيدة شوفوا إدانا الدلة قد إيه؟ إن احنا نقدر نبص لربنا كده ونقول له يا أبا يا أبا فالروح القدس يحمل لينا روح المحبة الأبوية بتاعة الآب طب إيه عمل الروح القدس في النفس البشرية؟ أول حاجة يقول كده المسيح ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم في يحنى 16 فالروح القدس يأخذ كل مال المسيح وينقلي يديني المسيح صنع غفران على الصليب الروح القدس يأخذ غفران المسيح وينقلهولي المسيح صنع بر في حياته على الأرض الروح القدس يأخذ بر المسيح وينقلي المسيح أعطى حرية يأخذ حرية المسيح وينقلي كل بركات الفداء اللي عملها المسيح الروح القدس يأخذ من مسيح وينقلي يأخذ من مسيح وينقلي ده أول عمل من أعمال الروح القدس تاني عمل من أعمال الروح القدس يقول كده وأما المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي فهوة يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم الروح القدس يعلمنا مش بس يعلمنا ويدربنا لكن كمان يفكرنا باللي احنا بننسى الروح القدس هو اللي فتح ذهن التلاميذ انهم يفتكروا الكلام اللي كان المسيح بيقوله لهم وهو على الأرض مدة التلات سنين يفتكروا الكلام ده ازاي الروح القدس هو اللي فكرهم وهو اللي ذكرهم وهو اللي فصر لهم الكتب فابتدوا يقرنوا بالأحداث اللي حصلت للمسيح وبين اللي جي في النبوات وابتدوا يقولوا لنا فالروح القدس معلم يعلم كل واحد منا في مدرسة المسيح تالت عمل للروح القدس يقولوا متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبكت يعني يوبخ يفوّق الإنسان غلط على طول الروح القدس يبكتني عشان كده المسيح قال عبارة صعبة قال ان كل الخطايا تغفر لبني البشر حتى التجديف على الابن إلا خطية واحدة ما تتغفرش اللي هي ايه تجديف على الروح القدس وهنفهم يعني ايه تجديف على الروح القدس ليه لان الروح القدس هو اللي بيبكت فيتوب واذا رفضت عمل الروح القدس اللي بيبكتني يبقى مش هتوب واذا ما توبتش يبقى ماليش لكن بعد ما يبكت يعمل عمل رائع العمل الرابع للروح القدس يعمل ايه بقى يعزي معزي اول ما الانسان كده يتوب ويخضع لتبكيت الروح القدس يبتدي الروح القدس يفرح الانسان حتى المعزي تحمل كلمة كامفرت كامفرت يعني يريح من جوه طول ما الانسان حاسس بتقل الضمير فهو مش مرتاح من الداخل لكن الانسان التايب يحس كده ان في حملة ايه لتشال من عليه لشان كده يقول ولكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم فهو يعزيني يفرحني يريحني خامس عمل للروح القدس من ضمن القاب الروح القدس لقب باراكليت يعني ايه باراكليت باراكليت جاية من كلمة اليونانية باراكليت باراكليتوس يعني المحامي الاعظم في اليوناني اي كلمة في اخرها قوس كلمة قوس دي يعني الاعظم او الكبير زي مكاري كلمة مكاري يعني طوباوي مكاريوس يعني الطوباوي الايه الاعظم او الطوباوي الكبير طب الروح القدس محامي عظيم بيحامي عني طب بيحامي عني قدام مين بيحامي عني في ثلاث اتجاهات يحامي عني امام الله القاب يحامي عني قدام الناس ويحامي عني قدام نفسي يعني ايه الكلام ده يحامي عني قدام الله لما اخلط في دينونة القاب عادل ده بد من دينونة الانسان يروح طالع كده الروح القدس يشفع فيا بأنات لا ينطق بها عارفين انات يعني ايه يقن يقول للقاب كده لا استنى عليه ما تهلكهوش انا هتوبه انا هغيره ما تنساش انك سكبتني عليه كعلامة محبة ليه يشفع فيا بأنات اللي ينطق بها قدام القاب السماوي فهو محامي عظيم يقف جنبي في قضيتي يساندني ويدافع عني ويحامي عني قدام الناس المسيح قال للتلاميس كده ستسلمون قدام ملوك وولاه لأجل اسمي فلا تهتموا كيف أو بما تقولون ليه لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا اسطفانوس وقف قدام مجمع السنهدريم يتحاكم الروح القدس هو اللي تكلم على فم اسطفانوس لدرجة انهم شافوا وشه كملاك وما قدروش يقوموا الحكمة والنعمة اللي كان بيتكلم بها اسطفانوس بوتروس اللي أنكر قدام جاريا يقف قدام ملوك وولاه يدافع عن المسيح طب انت جبت منين القوة دي يا بوتروس من اللي ايه الروح القدس بولس واقف قدام فيليكس الوالي متكبل بالقيود لكن الروح القدس يتكلم على فم بولس يخلي فيليكس الوالي يرتعب الحاكم بيرتعب من واحد أسير الملك بجيوشه خايف من واحد مربوط لأن بولس كان بيتكلم بالايه؟ بالروح القدس عن البر والتعفف الدينونة ارتعب فيليكس الوالي فالروح القدس يحامي عنا قدام الناس طب مفهومة ان الروح القدس يشفع فيا بأنات لا ينطق بها قدام الاب الروح القدس يشفع فيا او يحامي عني قدام الله لكن ازاي بقى يحامي عني ضد نفسي لما غلط الروح القدس أمين جداً لو غلط يقف الروح القدس يبكتني يقن جوايا ما خلنيش ارتاح يقن ايه اللي انت عملته ده عملت كده ليه؟ ازاي تعمل كده؟ الروح القدس محامي أمين جداً مزاي المحاميين بتوعي يومين دول تبقى الواحد عامل البلوة والجريمة وسبت عليه لكن يدفع كام بكوة للمحاوي يطلعوا المحامي زي الشعرة من ايه؟ من العجينة لا الروح القدس غير قابل للرشوة ما يترشيش لان احنا ساعات بنحاول نرشل روح القدس يعني انا في خطية مخبيها جوا قلبي ومش عايزة توب عنها لكن في نفس وقت يعني عايزة بقى جوا الكنيسة فحاول ادفع شوية رشوات لله روح مطلع مية دولار ومتبرع بيهو او واحد سرق سرقة او ترشى رشوة وخد مبلغ كبير بعد نقول لك اطلع العشور عشان تبقى فلوس مقدسة تروح القدس ما يترشيش ما يترشيش او طب هعمل لي كم مطانيا كده يعني ويعني ويسكت بقى فوت الخطية دي او هعمل لي كم خدمة او هصليلي كم صلوة بس فوت الخطية اللي انا محتفز بيها ومتلازز بيها روح القدس ما يترشيش ابدا يا ما بنحاول ان احنا نرشي الروح القدس بشوية ممارسات او بشوية انشطة او بشوية تعبودات شكلية علشان يفوت لنا الخطية اللي احنا مخبينا لا يقبل غلط يفضل يقن جوايا ويشتكيني قدام نفسي لحد ما اعمل ايه حد ما اتوب ما فيش حاجة تسكت تسكت الروح القدس الا توبة الانسان اتوب اعترف بخطيتي يقولي تخلاصت لما طمت واعترفت هحول بقى شغلي من مبكت الى معزي افرحك وريحك فالروح القدس بارك ليت محامي عظيم يبقى الروح القدس ياخد مال للمسيح وينقلي يعلمني ويرشدني ويذكرني يبكتني يعزيني يحامي عني سؤال المهم اللي بعد كده ايه علاقتي بالروح القدس بقى فيه تلات انواع من الناس وانا هكون واحد منهم في علاقتهم تجاه الروح القدس اول نوع مر بوليس الرسول كده ماشي في كورنسوس فلاقى شوية ناس فقال لهم هل قبلتم الروح القدس لما اعتمدتم فقالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس الناس دي كانت تتعمدت بمعمودية يحنى المعمدان ففيه ناس عايشة في حياتها تقول لك ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس مالاش علاقة خالص بالروح القدس ما تستغربوش والناس كتير من الموجودين في الكنيسة لو سألتهم انت ايه اللي تعرفوا عن الروح القدس ايه اللي اختبرتوا عن الروح القدس لهم سلبيين ولا ايجابيين ولا سمعنا انه يوجد روح قدس لكن في نوع تاني بقى من الناس موقفها موقف ايجابي تجاه الروح القدس سيح نفخ في وجه التلاميذ كده وقال لهم اقبلوا الروح القدس دول ناس ابلوا الروح في حياتهم بعد شوية كده نموا في القبول بقول امتلئوا بالروح ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح في افاسوس خمسة يعني مش بس قبلت الروح القدس ودخل جوايا لما تعمت لكن كمان عملت ايه بقى اتماليت بهذا الروح مش بس قبلتوا لكن اتماليت به فيه ناس كمان مش اتمالت بالروح القدس لكن شعللت الروح القدس جواها اضرامت الروح القدس فيها فالروح القدس بقى يحركها زي ما شفنا حسقيال كده يقول كانت يد الرب علي فاخرجني بروح الرب الروح القدس مشتعل في داخلها فيه ناس اكتر مش بس امتلت بالروح القدس لكن افاضت من الروح اللي ملاها على الاخرين نوع التالت من الناس لها موقف سلبي اهتجاه الروح القدس بولس الرسول كده في افاس يقول ولا تحذنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء الروح القدس ده الخط اللي اتختمنا بيه كمسيحيين الناس دي عملت اول حاجة ايه احزنت الروح يعني ايه واحد احزن الروح ازاي الواحد يحزن الروح الروح موجود فيه لكن حزين ايه الحاجة اللي تحزن الروح الخطيئة الخطيئة اللي الانسان مش عايز يتوب عنه فيه درجة سلبية اكتر بقى من احزان الروح اللي هي مقاومة الروح في حياة الانسان وده اللي عبر عنها استفانوس قال يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباءكم كذلك انتم لا ده مش بس بقى بيحزن الروح ده كمان بيعمل ايه؟ بيقاوم بيعصلك في عمل الروح الروح يحاول انه يديله انذار يديله تبكيت يرفض مش عايز يقاوم يعاند في درجة اشد من المقاومة احتقار الروح تيجي تقول للواحد تعال اصلي تعال اعرف ربنا يعدي التاريع بقى ايوة خدنا بقى على جناحاتك روحي اللي انتم بتروحوه كنيستي اللي انتم بتروحوها ده بيتحقوا عليكو ده معرفش ايه لو جيت تكلموا عن اي شيء روحي يحتقر الامور الروحية زي عيسو لما احتقر البكورية لان البكورية دي كانت ميراث روحي يزيد الموضوع شوية في احتقار الروح يصل الى حد اطفاء الروح من كتر عناد الانسان بقى الروح ينزوي جوه الانسان وينطفق عشان كده بيقول في تسالونيكي الاولى لا تطفئ الروح ولا تحتقروا النبوات تحتقروش كلمة ربنا اصعب مرحلة يوصلها الانسان اللي هي مرحلة التجديف على الروح قدس كل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من جدف على الروح قدس فلا يغفر له اش معنى تجديف على الروح قدس هو الرفض الدائم المستمر لعمل الروح واحد يفضل رافض باستمرار لعمل روح ربنا طيب اذا كان عمل الروح الاساسي انه يتوب الانسان فاذا ظل الانسان لاخر لحظة في حياته رافض التوبة فبالتالي مش هيكون ليه مغفرة لان ما فيش خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة فالتجديف على الروح القدس هي حالة الاساوة اللي تبقى جوه قلب الانسان برفض دايم مستمر لعمل الروح يقاوم باستمرار عمل الروح فاذا كان هو بيقاوم ورافض باستمرار فما فيش توبة ليه يبقى ما فيش ايه غفران ليه لشان كده الانسان يراجع نفسه انا ايه علاقتي بالروح القدس هل من النوع اللي يقول ولا سمعنا انه يوجد روح قدس ملناش دعوة بيه ولا انا موقفي ايجابي من الروح قبلت الروح واتمليت بيه واضرمته وشعللته وفطت بيه على الاخرين مش بس ترويت لكن كمان رويت الاخرين ولا انا موقفي سلبي تجاه الروح القدس بحزنه بقومه بحتقره بطفي الروح جواي وبجدف على الروح القدس السؤال المهم الايجابي لازم نسأل نفسينا به كيف امتلئ من الروح القدس سمعنا الكلمة دي نخدم ببرهان الروح وبقوة الروح طب ازا يتملي بالروح القدس عشان يبقى موقفي موقف ايجابي من الروح القدس كلنا قبلنا الروح القدس في المعمودية والميرون لكن الدور علينا دلوقتي ان احنا نمتلئ بهذا الروح مش بس ان احنا نكون قبلناه لكن لازم نمتلئ به بحسب وصية بولس امتلئوا بالروح وان الروح ده يبقى مشاعل الجوايا مضرم ملتهب ازاي؟ فيها عدة شانلز ممكن الانسان يتملي من خلالهم بالروح القدس اول طريقة للامتلاء بالروح القدس الصلاة شوف كده في سفر الاعمال يقول ولما صلوا تزعزع المكان الذي كان مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة لما المسيح قال للتلاميذ ما تبرحوش ارشاليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي راح التلاميذ عملوا ايه؟ فضلوا في ارشاليم في العلية قاعدين سكتين مستنيين ولا لكن يقول في سفر الاعمال ايه؟ مواظبين على الصلاة بنفس واحدة لان الصلاة عنصر اساسي للامتلاء بالروح القدس بس انهي صلاة بقى الصلاة مش اللي الانسان بيصليها كتأدية واجب او كفرد او يعني عشان ريح ضميري قديني بقول لي كلمتين ولا عشان دخلنا في وسط المجموعة لان الناس بتصلي وقفنا صلينا معهم يعصنا يبقى منظري وحش ولا يعني واقفين طول القداس حيبقى انا الخزوق اللي قاعد يعني قديني واقف وخلاص مش دي الصلاة اللي تتملي بالروح القدس الصلاة اللي هدفها الامتلاء بالروح كل مرة فيها صلي انا هدفي اتملي بروح ربنا مش هدفي ان انا سدد خانة عشان اروح اقول اللي ابونا انا بصلي ولا عشان اريح ضميري ولا عشان ده مفروض ولا عشان ده واجب لا في كل مرة بدخل فيها الصلاة انا هدفي الامتلاء بالروح القدس ده فيه آية رائعة جدا يقولها السيد المسيح ان كان فيكو حد ليه ابن ابنه ده سأله في يوم قال له اديني بيضة ممكن يدي له حاجة بدل البيضة او اديني خبز او اديني سمكة ممكن بدل ده يدي له حجر او يدي له حية او يدي له عقرب تعرفين ان البيضة رمزة للحياة والخبز رمزة للحياة يعني مفيش ابن يجي يطلب من ابو يقول له عايز اعيش عايز حياة يقوم يدي له حجر حجر ده موت جماد او حية او عقرب ده ايه موت فيه حد جه يطلب من ابوه عايز عايز حياة يقوم ابو يدي له موت فالمسيح يعلق كده ويقول ايه ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم خدوا بالكم معايا فكم بالحري ابوكم السماوي يعمل ايه يعطي الروح للذين يسألونه يعطي الروح للذين يسألونه يعني محدش وقف يقول للربنا املاني من روحك وربنا ممكن يرجعه مكسوف ابدا اصل الروح ده هو روح الحياة اذا كان الانسان الاب البشر الشرير بيعرف يدي عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه عشان كده كل ما بصلي وهدفي من الصلاة ان انا تملي بروح ربنا الله يملاني بالروح تبصوا كده لو تروحوا دير وتشوفوا بعض الاباء الرهبان اللي هما بيصلوا فعلا من قلبهم تبصوا في الشوم كده تلاقوا في الشوم ايه نور فرح سلام ليه لانه مليان بالروح بعكس اللي تلاقيه عمال يكشر ويزعق ده الروح مش شغال فيه من كتر ما صلوا اتملوا بالروح نفس الوضع الانسان الفرح البشوش هو ده الانسان اللي مليان بروح ربنا لكن الانسان اللي يعني لو بس حكيت مر اخير وكده ينفجر فيك الانسان ده محروم من الروح ما يعرفش امتلاء بالروح عارفين حتة الفسفور قطعة الفسفور كل ما تحطها من الشمس تعمل ايه تشاعة تحطها دقيقة تشاعة لقدة دقيقة تحطها ساعة تشاعة ايه اكتر تحطها ربعة وعشرين ساعة تشاعة اكتر واكتر فكل ما بنخش في محضر الله كل ما بنتملي بالروح القدس نتشبع بروح الله نمتلق بالروح الله الصلاة وسيلة مهمة جدا لامتلاء بالروح بس الصلاة اللي مش تقدية واجب ولا فرد ولا عشان ريح ضميري ولا يعني الصلاة شكلية لكن الصلاة اللي هدفها الامتلاء بالروح القدس فكان بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه تاني وسيلة للامتلاء بالروح القدس كلمة ربنا سواء اللي بقراها او بسمعها يقول كده بطرس الرسول في اعمال الرسل فلما ابتدأت اتكلم بيحكي الموقف ده لما راح يكلم كيرنيليوس القائد الاممي القائد المئة الاممي اللي ما يعرفش حاجة خالص يقول فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداء حتى قبل ما يعمدهم مغرد ان بطرس بيقول كلمة ربنا اتمالا كيرنيليوس بالايه؟ بالروح القدس بس بردك لما افتح انجيلي واسمع مش علشان مجرد معلومات ولا عشان اتسلى ولا علشان يبقى فيه دوشة في البيت ده لما افتح انجيلي بهدف الامتلاء من الروح القدس مش كتأدية واجب ولا كتعويزة ولا كبركة زي ما بنعمل ولا علشان نحل مسابقات ولا علشان نعرف نرد على اخواننا اللي غير مسيحيين لا ده انا بقرأ كلمة ربنا وبسمع كلمة ربنا عشان اتملي بالروح القدس عزين تتعرفوا يعني ايه؟ كلمة ربنا تملاني بالروح القدس جرب مرة كده تكون بتقرأ كلمة ربنا وبعدين فجأة تبص تلاقي فيه كلمة كده راح تخبطاك حسيت ان الكلمة دي ايه؟ موجهة ليك كحاجة تفرح او حاجة تبكتك دي حالة امتلاء بالروح القدس مرة تانية تبقى قريتي القاية دي عشرين مرة قبل كده لكن فجأة تبص تلاقي زهنك انكشف له معنى جديد ازان ما كنتش اخد بالي ما انا قريتي القاية دي قبل كده ويمكن حافظها لكن ربنا كشف عن ذهني لمعنى جديد دي حالة امتلاء بالروح القدس في موقف كده انت كنت محتار فيه او مزنوق فيه وفجأة تبص تلاقي قاية طلعت في ذهنك رد على الموقف اللي انت فيه دي حالة امتلاء بالروح القدس فعلى قد ما الانسان بيخش في كلمة ربنا على قد ما الانسان ده بيتملي بروح الله عشان كده المسيح قال الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة مش مجرد حروف التشانل التالت للامتلاء بالروح القدس الاسرار الكنسية كل احنا كنيستنا الارثوذكسية قيمة على ده سبع اسرار وكنستنا تتميز خدوا بالكم الامتلاء بالروح القدس ده مش كلام بروستانتي سيقول لك هللويا حل الروح القدس علينا لا لا احنا كنيستنا الارثوذكسية ايمة على الامتلاء بالروح القدس ده كل سر من الاسرار حالة امتلاء من الروح القدس اولا المعمودية دي ولادة من الروح الميرون ده تثبيت بالايه بالروح القدس ابونا يرشمني ستة وتلاتين رشب على كل المداخل بتاعتي كل الفتحات اللي في جسمي وعلى راسي الفكر وكل الحواس وعلى القلب المشاعر والاحشاء بتاعتي وعلى الضهر الارادة بتاعتي وعلى المفاصل السلوك بتاعه ستة وتلاتين رشب عشان يدشن هذا الهيكل لحلول الروح القدس في الميرون التوبة والاعتراف حالة امتلاء بالروح القدس اه طبعا حالة انتلاء بالروح القدس لاني مفيش توبة مقبولة الا اذا كانت التوبة دي بروح ربنا مش صرخ ارمية كده توبني يا رب فايه فاتوب لو انا مش تايب بالروح القدس هرجع اعمل نفس الخطيئة مرة تانية وثالث ورابع وخامس هتبقى مجرد دردشة بيني وبين ابونا لكن لازم تكون تبتي بالروح توبني يا رب فايه فاتوب سر التناول تقول لي لا دي بقى كلنا عارفنا احنا في التناول بناخد ايه؟ جسد ودم سيد المسيح مالهاش دعوا بالروح القدس ايه رأيكو؟ لا حتى التناول امتلاء بالروح القدس عارفين ساعة الشمس لما يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة الساعة دي هي لحظة تحول الاسرار بحلول الايه؟ الروح القدس ابونا يصلي صالة سرية كده روحوا دوروا عليها في الخلاج يتبس لابونا بيطلب طلبة غريبة بقول لي اأتي روحك القدس ويحل علينا وعلى هذه القرابين القرابين بعدين يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له بس قبل ما يحول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح الروح القدس يعمل ايه؟ يحل علينا احنا علشان يقدسنا لكي ما نستعد لاستقبال المسيح فينا زي ما نروح القدس حالة على العدرة عشان يقدسها لوميلاد المسيح المسيح ما احنا بنقول في لحنة بيقويك انك حملت يا عدرة المن العقلي الذي من القاب السماوي في اللحظة اللي كل واحد فينا بيبقى اخذ المسيح في بطنه لما تناوله المسيح دخل ايه؟ جوانا طب عشان يخش جوانا لازم نبقى مجهزين بحلول الروح القدس فحتى التناول حالة امتلاء بالروح القدس عشان كده بعد الحلول يقول ابونا بقى اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة نفسنا اكسادنا واروحنا جسد المسيح يقدس جسدي ودم المسيح يقدس نفسي والروح القدس يقدس روحي فالتناول حالة امتلاء بالروح القدس سر مسحة المرضى دهنة الزيت يقدس بحلول الروح القدس حتى سر الزيجة ما همين اللي هيجعل الاثنين واحد الروح القدس يعني سر الزيجة حالة امتلاء بالروح القدس شكرا تبصت لابونا يرشمهم بالزيت وهو بيجوزوا سر الكهنوت ده هو سر امتلاء بالروح القدس لممارسة الأسرار كلها علشان يتملي الإنسان بالروح القدس فكل سر من أسرار الكنيسة يقودني للامتلاء بالروح القدس بس بردك امتا لما مارس هذا السر بوعي بفه بستعداد برغبة في الامتلاء مش كل اللي تناول تناول مش كل اللي جاء الكنيسة جاء الكنيسة فوق على الأمر لكن الإنسان اللي مارس باستعداد وبوعي وبفه كل وصاية النعمة حالة امتلاء بالروح القدس الصوم لازم ينتهي بالامتلاء بالروح القدس الخدمة امتلاء بالروح القدس الخلوة الكويت طايم امتلاء بالروح القدس فكل دي وسائل كل دي وسائل للامتلاء بالروح القدس بس لما مارسها بوعي وبفه لو بصت لكنيستنا في أي حاجة الكنيسة بتعملها في قداس في عشية في جناس في فرح في أي حاجة هتبصت لقوا طاقس الكنيسة معتمد على إيه صلوات بتتصلى وإرايات من الكتاب المقدس علشان الروح القدس يحل لأن هما دول الواسطتين الأساسيتين للملء بالروح القدس جناس فرح هتلاقوهم عبارة عن صلوات صلا وإيه وقراية في كلمة ربنا فكيف أمتلق بالروح القدس الأربع حاجات اللي احنا ذكرناها دول السؤال اللي أخطر بقى كمان طب إيه اللي يمنعني من الامتلاء بالروح القدس أول حاجة الإسرار على الخطيئة مش الخطيئة الإسرار على الخطيئة إن أنا مش عايزة توب خصوصا الخطايا اللي ضد المحبة لأنه هو روح المحبة محبة الله انسكبت فيه قلوبنا فلو أصريت على خطيئة ضد المحبة زي الإدانة لو أنا بتكلم عن ناس ماسك السيرة الروح القدس مايرتحش جوايا إن ده ضد المحبة هو روح المحبة ضد طبيعته الخطايا اللي ضد الحق لأنه هو روح الحق لو بجدب ومسر على الكدب الروح القدس ما يملنيش الخطايا اللي ضد القداسة لأنه هو روح القدس هو روح الايه؟ قداسة لكن لو في الخطيئة وبصرخ وقول للروح القدس تعالى طهرني لا ده يجي يجي بسرعة لشان كده احنا في الصلاة الساعة الثالثة نقول له يقول الملك المعزي روح الحق في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات هيعمل إيه؟ هلما تفضل فينا حل فينا وطهرنا من كل ده ناس يجي بسرعة روح القدس ده زي الطفل تقول له تعالى يجي بمنتهى الهدوء والاتضاع لأنه يشتاق إنه يحل فينا لكن لو أنا صريت على الخطيئة فمش عايزة توب عنها مش عايزة سيبها يبقى فيه مشكلة هنا حاجة تانية اللي تمنع الامتلاء من الروح القدس إن أنا نعيش حياة الشكلية هذا الشعب يكرمني بشفاته أما قلبه فمبتعد عني بعيداً كل البعد بصوا للدائرة اللي مرسومة قدامكم دي عدو الخير تمالي يحاربني في إني أبتدي يفضل يقول لي أجل مفيش داعي إذا غلبت وانتصرت وابتديت يقول لي ماشي ابتدي بس خليك محلك سر خليك في النقطة اللي أنت ابتديت فيها ما تاخدش خطوة لإيه لقدام ممكن واحد كده يعني ربنا لمسه فابتدي يتوب بس خليك في اللي أنت فيه ما فيش مانع تدوب ما فيش مانع تعترف بس خليك في اللي أنت في محلك سر إذا غلبت قلت لأ أنا لازم أمشي وأكمل يقول لك أوكي فبدل ما تمشي في اتجاه لفوق يروح عامل إيه بقى ملففك في دايرة تمشي 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 مسافة كبيرة لكن في الآخر تمشي تلاقي نفسك رجعت للنقطة اللي اللي ابتديت منها هي دي الشكلية ما بخدش خطوة لقدام بعمل ممارسات لكن ما بتقدمش لقدام ما بقولش مع داود تقدمتو فرأيت الرب أمامي في كل حين فبعمل إيه بلف حوالي النفسي الشكلية دي ما يرتاحش ليها الروح القدس إنسان عايش في الشكليات ما يقدرش الروح القدس يرتاح فيه فضعاء كبير ويما احنا في قوات كتيرة بننخدع بشوية الشكليات اللي بنعملها وبنفتكر كده ان احنا عملنا اللي علينا وكتر خير الدنيا دا ربنا معني مفروض يبوس إيده وشه ودهر إن احنا بنجيله موضوع مش كده خالص نقطة التالتة والخطيرة اللي تمنع الامتلاق بالروح القدس اللي اعتماد على الذات الانسان اللي بيقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد أنا معي فلوسي معي علمي معي إمكانياتي أنا ندبر حياتي تمام صحيتي كويسة عمل إنشورانس على كل حاجة وصلت الأحسن مكان أمتلك كل حاجة خلاص الروح القدس لا يغني غني غني اللي ماعتمد على ذاته على بره الذاتي زي الفريسي أشكرك أنا لست مثلة باقي الناس أنا متفرد يعني أنا ما فيه إزاي أنا ما حصلتش خلاص دا اعتمد على نفس الروح القدس ما فردش نفسه وعليه فالثلاث حاجات يمنعوا الإنسان من الامتلاء بالروح القدس إصرار على الخطيئة خصوصا الخطايا لدد المحبة لدد الحق لدد القداسة حياة الشكلية اللي بيعيش فيها الإنسان الاعتماد على الذات إن الإنسان يقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد إنسان الكارز إنسان لابد أن تكون له علاقة بهذا الروح لو ليه علاقة بالروح القدس الإنسان دا يقدر يكرس يقدر يعمل الأمور الصعبة اللي متهيقلي إن هي صعبة حدش يقدر يعملها لكن الروح القدس يشتغل فينا وبنا في نقطة مهمة في الخدمة وفي الكرازة إيه مكافئة الكرازة؟ أو مين الكارز الأول اللي ياخد الجايزة الأولى؟ إيه الكفاءة بتاعة الكارز؟ هل اللي يجيب ناس كتير؟ لما بيحبوا يقيسوا كفاءة حاجة يجيبوا هو دا حقق قد إيه؟ وفي وقت قد إيه؟ مش بيقيسوا الكفاءة بكده؟ الواحد دا حقق قد إيه؟ وفي وقت قد إيه؟ تفتكروا مين أعظم كارز لو قسنا بالمقياس دا؟ مين جاب كتير؟ في وقت قليل، مين أكتر واحد؟ سيد المسيح ما جابش حاجة يا حرام دا كان 12 وواحد منهم فلت مرقص مرقص ما جابش غير إن يانس بوتروس جابه مرة واحدة تلات تلاف؟ برنابة؟ جاب كم نفر؟ لا، كل دا غلط مين؟ واحد كده في لحظة؟ جاب 12 ألف ربوة يونان، برافو عليك دا يونان دا مشي مسيرة يوم واحد اللهم بعد 40 يوم تنقلي بالمدينة وقال الوعزة بتاعته من تحت الدرس وهو مش عايزهم يخلصوا ومع هذا خلص مية وعشرين ألف نفس نفس تفتكروا يونان ياخد كده؟ ياخد نمرة واحد؟ بقى طبعا فهي المشكلة مش أنا جبتها دي ايه؟ ولا حضر لي كم ألف واحد؟ ولا أنا بوعظ في الاستاد وقدامي جمهور كبير من الناس؟ ربنا مش هيديني المكافأة على كده؟ دا بقولكو يونان خلص الناس غصباً عنه وهو بيقولهم واعزة من تحت الدرس ومش عايزهم يخلصوا وربنا خلصهم غصباً عنه مش توب أهلي نينوى كلهم 12 ألف ربوة غير البهايم لكن ربنا يدي له مكافأة على كده؟ دا دا عمالها غصباً عنه وعمالها وهو مش عايز يعملها مكافأة الخدمة تيجي زي ما قال بولوس كده قال كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه مش بحسب هو جاب كم نفر أرمية ما خلص حد لكن أرمية سال حتى قالوا على المسيح أنه أرمية أرمية ما جابش ألا واحد دا نوح جاب تمانية وبالعافية لكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه لما عادوا يعملوا مقارنة ما بين بولس وأبولوس قال لهم واحد غرس والتاني سأه لكن الله الذي كان ينمي مهم أنا كنت أمين قد إيه في توصيل الرسالة أنا تعبت قد إيه أوعى يجي للكارز إحباط لو عمل مجهود كبير ولقى نفرين ولا نفر واحد حضر قدامه أوعى تقول لا يبقى صارتها إيه دا الوقت الواحد يستفيد بيه في حاجة تانية أوعى أعفتكر قصة للبابا كرولوس إن كان فيه كنيسة كده في حتة نائية وما كانش فيها شعب فبعت أسيس يصلي فيها عشية قالوا روح صلي عشية فالأسيس راح مرة صلى ما لقاش حد لقاش غريل إيه ادكك بعد ما خبط مشوار تمام وبعدين قال لك أسبوع جاي بقى ما فيش حد ما راحش فضل شهر ما يروحش وبعدين البابا كرولوس جي سأل وكده قالوا أنت بتروح الكنيسة اللي بعدتك لها فالتاني يعني أخرج يعني قالوا أنا روحت مرة بس ملقيتش حد سيدنا والمشوار كبير قالوا طب تعالى معايا وخدوا وراحوا صلوا في الكنيسة دي وربنا كشف للكاهن ده إن الكنيسة مليانة إيه؟ سوح 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 قوع الكارث يحط في ذهنه موضوع العدد قوع لكن اللي حط في ذهنك أنت هتتعب قد إيه من أجل المسيح أنا مش مسؤول عن الثمر بطريقة مباشرة لكن الله هو اللي يقدر يعمل كده فيه نوقات مهمة لازم ناخد بالنا منها إيه الفايدة من وجود الكنيسة على الأرض اللي لم تعلم العالم الأخبار الصارة خدت الأخبار المفرحة والإنجيل وكتمتها جواها ما كلمتش الناس عن إمكانية ورجاء الخلاص إيه الفايدة في إن فيه أخبار صارة موجودة لكن محدش يعرفها والعالم ما يعرفش عنها حاجة ربنا مش عايزنا محامين ندافع عنه عن العقيدة والإيمان الأرثوذكسي ونخش في مشاكل ونشتم ونعمل لكن ربنا عايزنا شهود نشهد ليه هو كفيل بإنه يحامي عن نفسه ربنا مش محتاج لمحامين يجي يحاموا عنه لكن ربنا محتاج لإيه؟ لشهود يشهدوا عن حبه عشان كده الكرازة ما هيش مجرد نشاط خارج الإنسان بيعمله بل الكرازة هي طبيعة الإنسان المسيحي هي أسلوب حياته يكون شاهد وكارث في كل وقت ممكن وغير ممكن عشان كده بيقول تيموساوس اكرز بالكلمة أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب كرازة بالحياة والشهادة والسلوك السلوك السؤال المهم هل لابد من دعوة حد يدعوني علشان أكرز أو عشان أخدم أبونا مكلفنيش هو عشان الوقت طبعا أنا عايزكوا تعملوا دراسة كده عن إزاي ربنا اتعامل مع كل الشخصيات اللي خدمت أرمية ربنا آدعا دعا وموشرة لكن أرمية قال له أنا صغير قال له ما تقولش إنك صغير إلى كل من تذهب إلى كل من أرسلك تذهب وتقول له موسى ربنا قال له تعالى قاعد يتحج أشعية ربنا ما قالوش تعالى ربنا وراه حاجة فأشعية رفع صباعه وقال إيه ها أنا ذا ارسلني ربنا سأل سؤال من أرسل ومن يذهب لأجلنا ما قالش الأشعية تعالى لكن لأن أشعية شاف حاجة واختبر حاجة رفع إيده وقال له ها أنا ذا أرسلني ففي ناس ربنا دعاهم دعوة مباشرة وفي ناس ربنا حط قدامهم سؤال لكن واحد زي بولس واحد زي بطرس واحد زي جدعون دول تلقوا دعوات لكن في واحد في النص كده اسمه نحمية نحمية ربنا دعا قاله تعالى أخدمني وبنيه للسور ولا حد جاب له سيرخ خالص ده هو مجرد سؤال سأله ده كان راجل واصل في المملكة كان ساقي الملك وعيش في القصر وماشي يتمشى في الجنينة بتاعة القصر وعيش حياته وعنده وظيفة وعنده دخل وراجل يعني عيش متمتع مجرد سأل سؤال كده لما لقى حد من قرشايم ايه أخبار قرشايم قالوا له سكت لحلها بالبلد أصورها محرقة بالنار ومخار بانا مجرد سؤال سأله لكن بعد ما عرف ما قدرش يسكت حتى ربنا ما ظهر لهش ما قالوش تعالى روح ابني ده هو من نفسه عارفين يعني فيه كلمة احنا كده لما شوف واحد يقول له ازايك عامل ايه طب انت لما بتقول له عامل ايه هل تعني السؤال ده فعلا لو عرفت انه تعبان مشتعد انك تعمله حاجة ولا لو عرفت انك تعبان اهو ربنا معاك وسمعت من هنا وفوت ايه من هنا واحنا هنلاح على مين ولا مين لكن فيه انسان ما خدش دعوة لكن مجرد انه عرف خبر قلبه كله مدينة ابائي محرقة بالنار وحلهم صعب اسبهم ازاي ربنا ما قالوش حاجة لكن ربنا شاف كده قلبه بيتحرك ناحية الخدمة ادالوا ادالوا وساعدوا ولقى صعوبات كتيرة ومحاربات كتيرة انا نفسي تدرسوا الشخصيات دي وازاي الشخصيات دي خدمت لكن المهم ان المسيح قال الدعوة دي دعوة عامة للكل في انجيل متى صح 21 ماذا تظنون؟ نسيح بيسألنا كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرمي فاجاب وقال ما اريد ولكنه ندم اخيرا ومضى وجاء الى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال ها انا يا سيد ولم يمضي في الاسنين عمل ارادة الاب فقالوا له الاول فقال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشرين والذواني يسبقوكم الى ملكوت الله ربنا كده بيقول لكل واحد فينا يا ابني تعال اعمل اليوم في قرمي يا ترى الاجابة مني هتبقى ايه فهد كتير عنالو يا رب احنا مش عايزين مش فاضين لكن بعد كده شوية كسفنا على دمنا واشتغلنا فينا سألت اه نخدمك يا رب بس مجرد ايه كلام ولم يمضي هكذا يكون الاخرون اولين والاولين اخرين لان كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون في ناس كثيرة بتدعي الله بيدعو كل انسان تعال اعمل اليوم في قرمي من ارسل ومن يذهب لاجلنا لكن احنا بقى اللي حننتخب نفسينا ان احنا نقوله نتبعك انت مدعو مادمت قد اختبرت ان الرب صالح وانت مدعو طالما عرفت ان في حاجة الى عملك في القرم في تبعية تلقائية من غير ما تستلم دعوة من اي حد لان في علامات للدعوة لازم تظهر في حياتي تؤكد لي ان انا مدعو اول علامة لو انا قلبي فعلا في محبة حقيقية تجاه الله فانا مدعو لان اللي بيحب تمالي يتحدث عن المحبوب اللي بيحبه لو في حد بيحب انسان يجيب سيرته باستمرار في كل مكان مسيح بيقول كده انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيتكم به وهو وصانا اذهبوا وايه وكرزوا الذي يصنع مشيئة الله هو امي وأختي وأخي طب وهيه مشيئة ربنا اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا علامة تانية للدعوة ان يبقى في قلبي حب وحنان ورحمة تجاه الاخرين ده اللي يؤكد لي ان انا مدعو ما تستناش انك تسمع صوت او تشوف رؤيا او تجيلك كلمة من اب كاهن او من خادم لكن اذا حسيت ان قلبك مفتوح بالحب تجاه الله وقلبك مليان حب ورحمة وحنان تجاه الاخرين فانت مدعو تلقائيا لخدمة ربنا ما بين الدعوة والارسالية في حاجة اسمها تقديس اذا حسيت ان انا مدعو فلازم امر بمرحلة تقديس سيد المسيح نفسه كده قال قدسهم في حقك كلامك هو حق من اجلهم اقدس انا ذاتي عشان تروح اذا حسيت انك مدعو لازم مر بفترة تقديس والتقديس يعني تخصيص والتخصيص ده بكلمة ربنا افتح كلمة ربنا وخصص نفسك ليها المسيح بيقول من اجلهم اقدس انا ذاتي يعني ايه اقدس اقدس يعني اخصص خدوا بالكم الاية دي لان معناها رائع جدا المسيح بيقول علشاني وعلشانك هو خصص نفسه كرس نفسه لما اقول ان الوقت مقدس يعني الوقت ده يختلف عن بقية الاوقات لانه مخصص لربنا اقول المكان ده مقدس لان المكان ده يختلف عن الشارع عشان كده هو مخصص لله لما اقول الانسان ده مقدس الانسان ده يختلف عن الاخرين لانه مخصص لربنا بتخيلوا المسيح خصص نفسه على شاني يعني ايه خصص نفسه على شاني ده انت كده لو عايزت قابل أبه أسقف ولا الأب البترك ورحت خدت معاد وطلعت فرحان بعد ما قابلته ده سيدنا اداني ربع ساعة سيدنا خصص لي ايه ربع ساعة وياسان بقى لو كانت ساعتين طب تخيلوا المسيح مش خصص لك ربع ساعة ولا ساعتين ده المسيح عمل ايه خصص كله ليك خصص كله فض نفسه ليك احنا مش هايين علينا ان احنا نخصص حياتنا ليه اذا كان هو خصص حياته ليه انا مش عايزة خصص شوية وقت ليه اخدمه فيه قدسهم في حقك كلامك هو حق فاحنا ساعت بنبخل على ربنا هو بيقول لنا اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حملان بين زئاب عشان كده لابد ان القرار يكون نروح يا رب لكن نذهب مختبرين ليك في حد بيسأل ازاي يكون ليه حياة الاختبار فاكرين حماد سمعان اختبرت ربنا ازاي لما وقف فوقها يعني ايه وقف فوقها تلع فوق السرير ووقف فوقها يعني ايه وقف فوقها فوقا منها هي كانت نايمة هو وقف جنبها في مستوى اعلى عشان تختبر ربنا خلي الربنا الابر هاند في حياتك اخضع له وانت هتختبره اخضع لسيطرته وحدوقه عشان كده فلنذهب مختبرين فلنذهب طاهرين نسعى نحية الطهارة لنذهب مصلين لنذهب دارسين لكلمة الله لنذهب ونحن غيرين على خدمة ربنا لنذهب ونحن مكرسين غير مرتبكين لنذهب ونحن محبين مليانين محبة لله وللاخرين اخيرا فلنذهب مسرعين ما نأجلش وما نأخرش في قصة لطيفة كده لكن علشان الوقت نخليها مرة تانية لكن هاختم هي قصة في الكتاب المقدس اقول لكم ملخصها سفر الملوك التاني صح 6 و 7 ايام قليش عن نبي شعب اسرائيل كان عيش في الخطيئة بعمق فربنا عخبه بمجاعة شديدة لدرجة ان راس الحمار بقت غالية جدا الناس اضطرت تاكل المخلفات بتاعت الطيور بعدين المجاعة اشتدت ففيه اتنين ستات اتفقوا معا قالت ناكل ابنك النهاردة وبكرة ناكل ابني كلت كده وجات تاني يوم مرضتش فراحت الست مصرخة للملك فالملك سمع هي وصلة الحالة انكم بتاكلوا بعض فراح شائق هدومه كان اسمه يقاش وقالت جبولي الاشع النهاردة حموته هو سبب البالوة ده هيدا ففتشه على الاشع جابوه فالاشع كده قالوا مسمعوا كلام ربنا بكرة زي دلوقتي الدنيا هترخص كيلة الدقيق هتبقى بشاقل وكيلة الشاير بشاقل في باب السامرة السامرة اللي هي عاصمة مملكة اسرائيل يعني هتبقى حاجة رخيصة خالص فكان واقف يسمع الكلام إليش عسكري فدحك كده والتاريق قالوا ربنا يعني بكرة زي دلوقتي وربنا هيفتح كوى السماء وينزلكوا أكل يعني إيه كالهبة اللي انت بتقوله فعلا كان فيه أربع في الليلة دهيت كان فيه أربع رجال برس عارفين برس عندهم جزام لبروسي فالأبرس ده كان تملي الناس تعمل فيه ايه تطردوا بره عشان ما يعدهاش فكانوا مطردين برا المدينة فمحدش بيرمي أكل برا وجعانين حيموتوا مجوع فقالوا طيب ما إحنا ميتين كده ميتين كده إحنا نروح عند محلة الأراميين اللي هم الأعداء إذا استحيونا يا رمولنا أكلة ناكل إذا موتونا إحنا ميتين ميتين فراح الأربع البرس دول اللي في حكم الشريعة ناجسين دخلوا محلة الأراميين بصوا لقوا إيه المعسكر بتاع الأعداء فاضي وأكل مرمي ودهب وفضة وسياب قال الجيش راح فين بتاع الأعداء أتاري ربنا أزعج الأعداء بأصوات معينة فافتكروا إن شعب إسرائيل استأجر عليهم جيوش تانية فهربوا وسابوا كل إيه حاجة فاخدوا بالكوا كده في الآية اللي تحتيها خط قاعدوا يكلوا 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 ويأخدوا في دهب ويأخدوا فضة ويأخدوا هدوم وحاجات كتيرة يقول كده ثم قال بعضهم لبعض الأربعة البورس لسنا عاملين حسنا اللي احنا بنعمله ده مش كويس احنا عاملين ايه ناكل ونكوش وهذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون خدوا بالكم الآية دي واحفظوها لسنا عاملين حسنا اللي احنا بنعمله ده مش كويس ليه؟ هذا اليوم هو يوم بشارة يوم فرح ونحن ساكتون فرحوا خبطوا على أبواب المدينة قالوا لحنا عايزين نقابل الملك يقاش ورحوا حكولوا الحكاية تعالى فرح يعني المهم وابتدى الشعب يطلع في الأول ما كانوش مصدقين وبعدين خدوا من الغنيمة وأكلوا وشربوا ورخصة الدنيا وفعلا كلام اللي قالوا إليش عاييه؟ هتحقق والعسكري اللي التارية قالوا إليش عاي انت هتشوف لكن مش هتاكل وفعلا من كتر الزحمة الناس كلها اندفعت على باب المدينة عايزة تاخد 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 فداسوا على شاف الرخص لكن ما كلش مات لكن تعالوا اللي أنا عايز أقولهلكم الكلام اللي قالوا الأرباع البورس نحن لسنا عاملين حسنا لأن اليوم يوم بشارة ونحن هو دا حالنا اللي احنا بنعمله دا مش كويس احنا عاملين نأكل ونشرب ونتمتع بخيرات الله وبغفران ربنا وبالجسد وبالدم يفضل وهو ماشي يقول ناجس 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 عشان يحذر الناس يبعدوا ايه عنه محتقر يعني الراجل الأبرز دا كان حياته بشع يعني يموتوا احسن من حياته بحدش هايز يتقرب منه بحدش هايز يتعامل معاه وفي حكم الشريعة ناجسين لكن المرفوضين والمطرودين والمحتقرين والناجسين صاروا حاملين بشارة اذا كنتنا حتى لو مرفوض او مطرود او محتقر او ناجس فانا لابد ان اكون استطيع ان اكون حامل بشارة لاننا لسنا عاملين حسنا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتين ما بنقولش للناس عن الحلاوة اللي عندنا كل واحد قاعد كافي خيره شره وخلاص لكن بطرس الرسول في الرسالة بتاعته الاولى يقول لنا كده في صاحة اربعة ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة حاجة اللي يعرف يعملها وربنا اداله وحطاها في قلبه يعمل ايه بالموهبة دي يخدم بها بعضكم بعضا واعرف ان ربنا لو اداك امكانيات عقلية او علمية او روحية او غنى او اي حاجة انت مجرد ايه وكيل لست صاحب كوكلاء صالحين على نعمة الله المواهب اللي ربنا ادهالنا والامكانيات اللي ربنا ادهالنا مش علشنا لكن علشان نعمل بها ايه نخدم بعضينا بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله وان كان يخدم احد فكأنه من قوة يمنح الله حدش فينا يقدر يخدم بقوته لكن اوه وربنا استأمني عليها انا باستغل باستغل لها لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين حتى تاني بيكملها وان كان احد يتكلم فباقوال الله كان احد يتكلم فباقوال الله كان احد يخدم فمن قوة يعطيها الله للانسان واللي حيقول كلمة حيقول كلمة ربنا مش كلمته الشخصية في انجيل القداس النهاردة المسيح وصنا وصت تلاميذ بعد ما عمل معجزة اشباع الجموع بكلمتين قال لهم اجمعوا كسر لألا يضيع منها شيء نفس الكلمة ربنا بيقول كده اجمعوا الكسر فيه ناس كتيرة مكسورة نفسيا وروحيا وماديا الكسر دي ملهاش لازمة في نظرنا بنرميها لكن في نظر المسيح ليها قيمة فبيوصينا روحوا جمعوا الكسر علشان محدش منها يضيع محدش منها يهلك هي دي شغلة الكرازة ان الانسان يجمع المكسورين علشان ما يهلكوش ما يضعوش لان ليهم مكان عند المسيح المكسور ماديا المكسور نفسيا المكسور روحيا الناس تقول خلاص رموه خلاص كنيسة مليانة يعني واحد اتنين تلاتة يضيعوا طز لا اجمعوا الكسر لألا لا يضيع منها شيء عشان كده نذهب في دعوة الله لنا ان احنا نكون كردين باسمه فيه اللي يحب ان هو يشترك في مجال الكرازة فيه ورقة موجودة مع الدكتور البير في الاخر فيها اكتر من مئة حاجة ممكن الواحد يعملها في خدمة الكرازة وخدمة الكنيسة مش شرط الكرازة انها تكون بالكلام فيه ناس تقول لك احنا ما بنعرفش نوعز ما بنعرفش نتكلم فيه مئة شغلانة اكتر من مئة حاجة الكنيسة محتاجة انها تتعمل عشان تتم الكرازة اكتر من مئة حاجة فخد الورقة واقعد صلي وفكر واسأل ربنا انت رب عايزني ايه اللي انا اقدر اعمله من المئة حاجة دول ولو حاجة واحدة اقدر اعملها في مئة اكتر من مئة مجال يقدر الانسان يشترك في الكرازة من خلاله لكذا كل واحد خد موهبة اكيد فيه موهبة اقدر اعمل حاجة بس المهم اصلي واعرف واسأل ربنا ايه اللي اتحرك قلبي تجاه الحاجة اللي انا اعملها دينا ربنا يدينا نعمة ان احنا نكون كارذين بكلمته واسف ان كنت طويلت عليكم لربنا الماجد دائما ابديا امي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر